تحياتي شموع جديد في المحقق مع المحقق براندس واليوم مش نمشي نحكي لكم على هو في الحقيقة خبر مؤسف صار لعالمة تونسية معروفة بالخص في العالم ولكن المثير في الموضوع أنه هالشركة هذية جعلت من الخبر المؤسف طريقة جديدة متاع تواصل على شنو نحكي نحكي على هذا الخبر هذية زيت زيتون تونسي اسمه تير ديليسا هذه العالمة معروفة بالخص بالخص في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية الخبر يقول أنه هالعلامة هذه تسرقت في 8.5 مليون دولار أمريكي من زيت زيتون 8 مليارات زيت زيتون تسرقوا لهذه الشركة الشركة اللي اختارت وأنها اتعلق على عملية السرقة بنوع مضمار قالت في بوست كتبته عندما يكون زيت زيتون الخاص بك حائزا على جوائز ولذيذا مثل تير ديليسا حتى النصوص لا يمكنهم المقاومة في الآمنة الأخيرة اختفت كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي مما يثبت أن عشاق الطعام وكبار الطهات ليسوا وحدهم من يحتاجون إلى زيت الزيتون الحكاية التي تظهر شوية أتفاد لك الحقيقة إشكالية جدا حكيت عليها صفحة هيوستن وين صارت هذه العملية في هذه المدينة الأمريكية صفحة هيوستن 101 قالت عملية سرقة لألاف من علب زيت الزيتون الشهير تير ديليسا تفاجأت شركة باختلاف مئات الباليتات ما يعادل حمولة 18 شاحنة ويقدر مبلغ البضاعة المسروقة بأكثر من 2 مليون دولار كيف حصل ذلك؟ قالوا البضاعة كانت مخزنة في مخازن في هيوستن هذه المخازن تابعة لشركة وهذه الشركة خرجت عن العمل كما يذكر التقرير اللي بش نوريكم جزء منه بعد شوية لا توجد حراسة لهذا المكان الآن تبيع في أسواق هيوستن بأسعار رخيصة مع العلم هي من أجود أنواع زيت الزيتون التونسي الغريب أن الشركة تعرضت لسرقة مشابهة في كندا تقول هذه الصفحة نمشي إلى التقرير اللي كنا نحكي عليه بما أنه موضوع السرقة متاع دبيب زيت الزيتون تونسي حكي عليها الإعلام الأمريكي قناة فوكس المحلية فوكس 26 في هيوستن حكيت على هالموضوع وأرسلت مبعوثة خاصة لمخازن الشركة بش يفهموا شنو اللي صار بالضبط شوفوا مقتطفات من هذا التقرير ولموضوع تعرف تفاعل إذن في تونس وفي الولايات المتحدة الأمريكية من مصرحة الأمريكية حسننا هل ما نعرف تفاعل إذن في التونس والولايات المتحدة الأمريكية في تونس صفحة توني بيزنيس تقول في بالك اللي يفهم مافيا دولية استوليت على شحنة زيت زيتون تونسي كانت متجهة الولايات المتحدة الأمريكية وكانت داقية 22.5 مليون دولار هي مش كانت متجهة هي كانت موجودة في يوستن الأمريكية نمشي إلى تعليق آخر مرة هذه الجماعة شبه السريق بأبطال كازا ديل بابيل مافيا على حدود الولايات المتحدة الأمريكية تستولي على شحنة زيت زيتون تونسية بما يقدر بـ 2.5 مليون دولار أمريكي ونمشي للتعليق تعليق جينا مثلا من صفحة في الاقتصاد اللي اعتبرت أنها ضربتكم معتبرة على الطريقة الأمريكية مش غالط كنشوف أنه الماركة التونسية ما غض هيش يسر السرقة وحبت تقوم بعملية اشهار من خلال الحديث على السطو متاع السريق على زيت زيتون لبنين كما قالت هذه الشركة بالتالي الضربتكم معتبرة نمشي والرمزي اللي يقول اليوم شفتها عاملين فيها التخفيض من 17-15 دولار ورمزي يحكي عليها بطبيعة في الولايات المتحدة الأمريكية ثم نمشي والماتر اللي يقول مبروك على المافيا وصحة ليهم احنا لهنا الليتر بـ 25 دينار وما فماش وزيت وصل لأمريكيا العالم كامل قبل التصدير يحقق الاكتفاء الذاتي كان تونس تنحي من فم المواطن وتصدر لكن مش تجاوبوا سيدة في تعليق موالي مش تقولوا نجاح تقولوا معناها احنا ننجو في العام لمزمر 200 ألف طن نخليوهم في تونس ما نبيعوهمش السوق المحلية ما تنجمش تستاهلك أكثر من 30% يا صديقي كان مش التصدير راهو الخازينة تقربع فارغ ومواصلين مع هذا الجدال اللي صار حول هذا الموضوع وفمشكون كيم الناصر يعتبر أنه فم في الموضوع إن ويظهر الناصر مش مصدق ياسر أنه صارت عملية سرقة سسان لكامبينة لأسيرانس كارلو بخودو يتخي ديفسي لأيكولي ببليكاشن سور للي غيزو سوسيو بارتاج قال وكأني فم حكاية متاع نوع من التحايل على السيرانس هالمنتوج هذا ماينجمش يتصرفوا فيها اللي سرقوه كما يحبوا وزيد طريقة التعامل مع الموضوع من قبل الشركة والبرتاج اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي ماهوش مصدق ياسر ناصر أنه الحكاية هي حكاية سرق وانتي شنو أرايك للي صار مع زيت الزيتون التونس أنت تعتبر فما سرقة في الموضوع وذكية طريقة متاع التعامل متاع الشركة مع هذا الموضوع ولا شنو أرايك بالضبط نسألنا تعليقكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة